بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين اليوم رحب بكم في أولى محاضرات الطوارئ اللي تكون المحاضرة الإضافية للمحاضرات الحضورية كل خميس إن شاء الله ورح نكمل بيها المادة وعسى وأن يبقى لنا موضوع واحد فقط بالفصل الثالث وننتظر هنا يعني قرارات الوزارة من حيث آلية التكيف اللي أخذنا بالدرس الماضي إيجاد مناطق التزايد والتناقص ونقاط النهاية العظمى والصغرى المحلية وسولفنا عن ست خطوات أساسية وبدينا في موضوع إيجاد مناطق التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب وأخذنا كم سؤال بيها وقلنا خطوات الحل أولا إيجاد المشتقة الأولى وثم الانتقال مباشرة إلى المشتقة الثانية أساويها بالصفر أستخرج الأكس أرسم خط الأعداد أثبت عليه قيمة أكس أخذ عدد أكبر من عنده عدد أصغر من عنده أعوضه بالمشتقة الثانية واختار من الناتج الإشارة فقط الإشارة الموجبة أقول عليها مقعرة والإشارة السالبة أقول عليها محدبة وبعدين قيمة أكس أعوضها بالمعادلة الأصلية لاستخراج قيمة واي إذا انتقلت الدالة من حالة التحدب إلى التقعر أو من حالة التقعر إلى التحدب إذا نقول على هذه النقطة هي نقطة انقلاب أيضا هنا أكدنا بالدرس الماضي إذا كان ناتج المشتقة الثانية عدد ثابت هذا الثابت إذا كان موجب أقول الدالة مقعرة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاب وإذا كان الثابت سالب رح أقول الدالة محدبة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاب هذا الحشي إذا كانت المشتقة الثانية عدد ثابت أيضا هنا اللي أكدنا بالدرس الماضي إذا كانت المشتقى الثانية مجموع مربعين من أقول مجموع مربعين يعني مثلا 3 أكستر بيعزاء السبعة أسميها مجموع مربعين يعني مو إلا السبعة ينجدر والثلاثة ينجدر الأربعة أكستر بيعزاء التسعة هم يسمى مجموع مربعين المهم أكو أكستر بيعزاء فإذا كانت المشتقى الثانية مجموع مربعين فأيضا دائما أكبر من صفر فرح أقول الدالة مقعرة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاب وإذا كانت المشتقل أولى مجموع مربعين رح أقول الدالة متزايدة في كل مجالها ولا توجد نقاط حرجة اليوم هنا رح نكمل التسلسل واكتبوا لي المثال التالي جد مناطق التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب إن وجدت للدوال التالية جد مناطق التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب إن وجدت للدوال التالية إذن نستكمل الأفكار اللي أخذناها بالدرس الماضي واليوم رح نأخذ السؤال موسع أكثر من الأسئلة السابقة فرح نكتب السؤال ورح نحاول نحل السؤال سوء إذن هنا كتبوا لي أفوف أكس تساوي أربعة أكس تكعيب ناقص أكس أس أربعة أربعة أكس تكعيب ناقص أكس أس أربعة واتفقنا بالدرس الماضي بأن خطوات الحل إيجاد المشتق الأولى ثم الانتقال مباشرة إلى المشتق الثانية أساويها بالصفر وأستخرج قيم أكس وبعدين أرسم خط الأعداد اللي عنده رغبة يشارك وخلي يرفع عيدة حتى تكون المحاضرة تفاعلية ومو فقط السمعون من عندي أريد طالب أو طالبة يشتقون المشتق الأولى وبعدين الثانية نعم حورا السلام عليكم عليكم السلام مشتق الأولى أفتح للأكس تصاوي ناقص أربعة أكس تكعيب إذن اطنعش أكس تربيع ناقص أربعة أكس تكعيب هاي المشتق الأولى مباشرة أروح للمشتق الثانية إذن أفتح للأكس إذن نعم ناقص أطنعش أكس تربيع ناقص أطنعش أكس تربيع زيان هذه المشتق الثانية المفروض أساويها بالصفر يعني رح يصير أربعة وعشرين أكس ناقص أطنعش أكس تربيع تساوي صفر زيان ما رح نسوي سهنا أطنعش أكس تسحب عام المشترك رح أسحب أطنعش أكس عام المشترك إش رح يبقى عندي إذن القسمة على متغير إلا بعد التأكد أنه لا يساوي صفر زيان هس هنا صار عندي حاصل ضرب قوسيان يساوي صفر واللي عجبة يكمل المشاركة خليه يرفع عيدا زيان صار عندي أطنعش أكس في ثنين ناقص أكس تساوي صفر إشلون أستخرج قيم أكس وإشلون أرسم خط الأعداد نعم نور ما دام سويناها بالصفر حيصير إذر أور إذن أما أطنعش أكس تساوي صفر إذن رح نقسم الطرفين على أطنعش نعم رح تصير أكس تساوي صفر الأكس تساوي صفر إذن ثنين ناقص أكس تساوي صفر إذن أكس تساوي ثنين إذن معناها الأكس تساوي ثنين إذن هنا الباقين دا تكتبون ويايا مو فقط استماع إذن تكتبون ويايا وإذا تقدرون تغلبوني بالكتابة لأن هنا المادة إحنا شرحناها ودنأخذ أمثلة دنعزز الأفكار هس هنا رح أجي أرسم خط الأعداد نور رح أحدد قيم أكس فقط وإذن الثنين والصفر اللي هي قيم أكس فقط الثنين والصفر هذا العلي منه أقول عليه أكس أكبر من الثنين والعلي سرين أقول أكس أصغر من صفر أصغر من صفر اللي بالوسط رح أقول علي البترة المفتوحة صفر الثنين إذن وش أكتب عليه من خط الأعداد إشارة أف دبل برايم دبل برايم للأكس إذن هس الطيني عدد أكبر من الثنين رح أخذ الثلاثة ثلاثة مثلا أعوضة بالمشتقة الثانية زين شوفوا من رح أعوضة هنا يجوز العملية الصعبة نوعا ما 24 في ثلاثة 12 في تسعة ربما صعبة ما طول ما قسمت على شيء بإمكاني أن أعوضها هنا رح أعوضها هنا شو رح أقول هنا أقول 12 في ثلاثة موجب واثنين ناقص ثلاثة سالب فموجب في سالب يعني هذا رح أزل سالب زين بين الصفر والثنين بين الصفر والاثنين رح أكون موجب القيام رح أعوض الصفر لا شون بين الصفر والثنين تقيني عدد الواحد الواحد 12 في واحد موجب رح أعوضها تطلع القيم موجب واثنين ناقص واحد واثنين ناقص واحد موجب إذن موجب في موجب هذا رح يكون موجب زين آقل عدد أقل من الصفر اللي هو سالب واحد سالب واحد من ريدة عوضة هنا اطنعش بسالب واحد سالب السالب السالب ما يهمني المهم سالب اثنين ناقص سالب واحد حصير ثلاثة يعني موجب اذا سالب في موجب اذا هذا سيكون سالب الاشارة السالبة بالتأكيد ستكون هنا تحدب الاشارة الموجبة بالتأكيد ستكون تقعر والاشارة السالبة هنا تحدب شكرا الاج اذا هنا قراءة خط الاعداد اذا ايش راح اقول هنا راح اقول مناطق التقعر مناطق التقعر او اقول الدالة مقعرة في الفترة بكيف اذا مناطق التقعر اكس حيث اكس تنتمي الى الفترة المفتوحة صفر اثنين لانها موجبة وبعدين ايش راح اقول هنا راح اقول مناطق التحدب مناطق التحدب راح تكون منطقتيا وحدة اكس حيث اكس اكبر من اثنين الاشارة بها سالبة والاخرى اكس حيث ان اكس اصغر من صفر اذا ما بقى عندي غير فطوة وحدة في هذا السؤال تعويض قيم اكس بالمعادلة الاصلية لايجاد الواي مالتها يعني مرة راح اقول صورة الصفر ومرة راح اقول صورة الثنين وين تعوض تعوض بالمعادلة الاصلية اذا من نعوض بالمعادلة الاصلية هذا صفر ناقص صفر اذا صورة الصفر هو صفر صورة الثنين اثنين تكعيب ثمانية في اربعة راح يكون اثنين وثلاثين اثنين اوس اربعة ستعاش اثنين وثلاثين ناقص ستعاش ستعاش اذا صارت عندي نقطين من الاحس صفر الواي مالتها صفر ومن الاحس اثنين الواي مالتها ستعاش نور هل دول انقلاب لو مانقلاب ستاد آني نعم هنا الصفر اباوح الصفر اباوح الصفر القبلة والبعدة اذا اكو اختلاف بالاشارة انقلاب اي هو اكو اختلاف فهي نقاط انقلاب اهمي انه اكو اختلاف اذا انقلاب اذا ذول اثنيناتهم نقاط انقلاب كلاهما تمثل نقاط انقلاب ازيان شكرا لكم اذا اكو اي مداخلة على حل هذا السؤال قبل ما انتقل الى سؤال اخر اللي عنده سؤال اللي عنده سؤال يرفع يدين نعم مصطفى السلام عليكم السلام السلام سنعفنا نقاط انقلاب احنا قلنا اذا كان اباوة على قيمة اكس مالته الصفر منه الاكس مالته صفر اباوة على الصفر على خط الاعداد اذا اكو اختلاف بالاشارة بين القبل وبين البعد يعني هي انقلاب اه تمام استاذ واذا نفس الاشارة ليست انقلاب يعني احتمال اجيب لكم سؤال بالامتحان يطلع هنا سالب وهنا موجب وهنا موجب زين فاقول الصفر انقلاب لكن النقطة اللي بها اثنين مانقلاب ليست نقطة انقلاب فاذا على يمين ويسار العدد الاشارات تكون مختلفة اقول عليها انقلاب متساوية متشابية اقول ليست نقطة انقلاب شكرا شكرا لله اذا اكو سؤال بعد يسار مصطفى بعد نزل ايدك اذا اكو سؤال اخر ازيان نروح الى سؤال اخر وايضا هنا نفس المطالب ويريد مني مناطق التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب والسؤال هو هذا اذا كتبوها رقم واحد ورقم اثنين اذا هذا سيكون رقم اثنين افوف اكس تساوي اكس زائد واحد على اكس حيث اكس اصغر بنصفر هنا من اريد اشتاق قبل ما اشتاق ملاحظة ما اخذيها ايام زمان قبل اشتقاق الكسر الذي يكون بسطه ثابت ومقامه متغير يفضل رفع المقام الى البسط حتى ابتعد عن القاعدة السادسة يعني معناها اش رح يصير عندي هسة رح اقول الاف وف اكس تساوي اكس زائد اكس والسالب واحد اذا بعد ما اشتق لحد الان هذا تبسيط لاجل اشتقاق اسهل نعم تهاني شلون رح اجي اشتق المشتق الاولى والمشتق الثانية نعم زين ابن بي سلام عليكم السلام عليكم السلام السلام ستار رح دول يعني المشتقة معنا تواحد مشتقة ال اكس واحد زين وبعد ناقص ات سالب اثنين سالب اثنين زين هاي المشتقة الاولى زين المشتقة ثانية رح دول اثنين سالب ثلاثة هنا رح يصير جيد المشتقة ال واحد صفر رح يصير عندي اثنين اكس السالب ثلاثة يعني شكرا ال ات اوكي يعني معناها صارت المشتقة الثانية تساوي شنو تساوي اثنين على اكس تكعيب هسا هنا رح اتذكر ملاحظة اخذناها ويا المشتقة الاولى ويا النقاط الحرجة هذه الملاحظة رح تعادي هنا اذا كانت الملاحظة مهمة جدا اذا كانت المشتقة الثانية دالة نسبية بسطها ثابتا باب المايكات غلقوها بعد اذا كانت المشتقة الثانية دالة نسبية بسطها ثابتا فلا يمكن مساواتها بالصفر وبالتالي لا توجد نقاط انقلاب وعند رسم خط الاعداد الثاني نثبت عليه القيم التي تجعل المقام الصفر على شكل فجول اذا هنا ورا ما رح انحل هذا السؤال رح تثبتولي هذا التأكيد سرح نكمل حل السؤال وبعد جو رح تكتبولي تأكيد فاش رح نسوي هنا رح اقول لا تساوي صفر ليش لانها دالة نسبية بسطها ثابتا اذا شقول مقابيل رح اقول لا توجد لا توجد نقاط انقلاب لكن لو كان هذا مشتقة اولى هم دالة نسبية بسطها ثابتا اقول لا يساوي صفر لا توجد نقاط حرجة بالمشتقة الثانية لا توجد نقاط انقلاب لكن شن سوي هنا رح اجي ارسم خط الاعداد ورح اجي اثبت عليه القيم التي تجعل المقام صفر على شكل فجوة اذا هنا رح تكون دائرة بهذه الصورة ورح اثبت الصفر هذا رح يكون اكس اكبر من صفر وهذا رح يكون اكس اصغر من صفر وهنا اش رح اقول اشارة اف دبل اف راعم للأكس اذا من اخد اكبر من الصفر مثلا واحد واحد تكعيب هذا واحد موجب على موجب رح يكون موجب من اخد اقل من الصفر سالب واحد سالب واحد تكعيب سالب واحد موجب على سالب هذا رح يكون سالب اذا السالب رح يكون تحدب الموجب رح يكون تقحر نفس العبارة ما القبل شوية اذا شقول هنا رح أقول مناطق التقعر هي مناطق التقعر رح تكون X حيث X أكبر من صفر ورح أقول هنا مناطق التحدب هي X حيث X أصغر من صفر لكن دير باركم تقولون نقطة انقلاب لأن أصلا ما عندي نقطة ما عندي X يعني ما عندي Y يعني خلاص بمجرد قراءة خط الأعداد انت أحل السؤال لو كان المقام مثلا X ناقص 3 تكعيف رح أثبت على خط الأعداد الثلاثة على شكل فجوة لو كان المقام مثلا X زائد 2 مثلا 4 رح أجي أثبت السالب 2 على شكل فجوة فإذا كانت المشتقى الثانية دالة نسبية بسطها ثابتا رح أقول لا تساوي صفر وعند رسم خط الأعداد نثبت عليه القيم التي تجعل المقام صفر على شكل فجوة ونكمل اللي عنده سؤال ممكن هنا يكتب لي على الشات هنا محمد مهدي يقول هنا بالمشتقة وين راحة الواحد بابا هنا مشتقة الأكس هي واحد مشتقة الأكس هي واحد مشتقة الأكس السالب واحد هو السالب X السالب 2 من رحة المشتقة الثانية مشتقة الواحد صفر هذا ثابت وهذا شرح يصيري هنا سالب في سالب موجب إذن أطرح من الأس واحد يعني معناها اثنين X السالب 3 فكتبونا الحل وأريد تثبتولي الملاحظة اللي موجودة أمامكم هذه أريد تثبتوها بالدفتر كتبولي تأكيد على موجود هنا من يجيني هي السؤال بعد راح أستخدم نفس الأسلوب زين نروح إلى فقرة أخرى وراء ما عرفنا شلون نستخرج نقطة الانقلاب وتفاصيلها أريد هنا تكتبولي الملاحظة التالية وهي ملاحظة مهمة جدا جدا معادلة المماص للمنحني هنا نقطة معادلة المماص للمنحني عند نقطة التماس X1 Y1 هو Y ناقص Y1 يساوي M في X ناقص X1 M هذا ما للمماص المنحني شلون أستخرج ما للمماص المنحني هو المشتقة الأولى شا سوي لها المشتقة الأولى أعوض بيها X مع نقطة التماس أريد تنتبهون علي أريد أذكركم بمادة الخامس وعلى مود نربطها بمادة السادس مادة الخامس كان يجيب لي نقطة التماس نقطة التماس مثلا 2 3 ثلاثة إذن هذه يقول عليها نقطة تم ويطين الميل يساوي مثلا أربعة ويقول لك جد معادلة المماص إذا علمت أن نقطة التماس 2 ثلاثة والميل أربعة هذه نقطة التماس من يمي رحي اعتبرها شنو رحي اعتبرها X1 Y1 الثاني ما داعشي سادس داعشي رابع وخامس حتى نربط المعلومة بمادة السادس إذن 2 ثلاثة نقطة التماس أنا رحي اعتبرها X1 Y1 قانون معادلة المماص شنو هو Y ناقص Y1 يساوي الميل في X ناقص X1 هذا قانون معادلة المماص حس X1 Y1 عندي والم عندي يعني معناها لا تكتبون هذا الحشي بس للتوضيح حتى نربط المعلومة بمادة السادس إذن رح أقول Y ناقص ثلاثة يساوي الميل 4 في X ناقص X1 اللي هو 2 الأربعة رح تدخل على القوس أقول Y ناقص ثلاثة يساوي 4 X ناقص 8 الأربعة انضربت بالأول وبالثاني وبعدين أجي أصفر المعادلة وطلعت ميل معادلة المماص من أصفر المعادلة كيف أريد أحول الأيمن إلى الأيسر أو الأيسر إلى الأيمن فإدارة تحول الأيسر إلى الأيمن رح يصير عندي 4 X ناقص Y هذه السالة بثلاثة عبره صارت موجة بثلاثة ويا السالة بثمانية رح أصير ناقص 5 يساوي صفر أسميها معادلة المماص من يكون السؤال شوية أصعب يطيني معادلة منحني مثلا المعادلة هي X تربيع زائد 3 X ناقص 5 ويقل لي جد معادلة المماص للمنحني عند النقطة 1 سالب 1 إذن إذا هذه تمثل إذن هذه تمثل نقطة تماص يقول لي جد معادلة المماص للمنحني عند النقطة 1 سالب 1 ولا تكتبون هذا الحكي أنا إذا أحكي خامس وحتى نجي نربط المعلومة بمادة السادس حتى أقدر أحسب معادلة مماص أحتاج ميل ونقطة النقطة معلومة زين أحتاج بعد ميل زين الملاحظة ما تيش تقول تقول ميل المماص للمنحني ميل المماص للمنحني هو من هو المشتق الأولى لذلك المنحني بعد ما أعوض الأكس مع نقطة التماس يعني أف برايم للواحد إذا أحتاج مشتق راح أروح أشتق أقول أف برايم للأكس هذا شي ساوي اثنين أكس زائد ثلاثة إذن معناها راح أقول أف برايم للواحد أعوض مكان الأكس واحد راح أصير اثنين زائد ثلاثة وتساوي خمسة إذن هذا شي مثل يمثل ميل المماص اللي هو أم عندي ميل وعندي نقطة راح أجي أكتب معادلة المماص y ناقص y 1 يساوي الميل في x ناقص x 1 وأعوض تعويض مباشر هذه النقطة تلقائيا بمجرد أن أكتب القانون تلقائيا راح يكون اسمها x y 1 بالبداية هي x y لكن بمجرد كتابة القانون والتعويض راح يكون اسمها x y 1 إذن راح يكون عندي التعويض y ناقص سالب 1 معناها y زائد 1 يساوي الميل 5 في x ناقص 1 وبعد ين الخمسة تدخل على القوس وأصفر المعادلة إذن هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث وبعدني بالخامس العلمي الاحتمال الثالث شوية أصعب يطيني معادلة المنحني ويقل يجد معادلة المماس له عندما x تساوي 1 زين أنا شاحتاج معادلة المماس أحتاج ميل ونقطة النقطة والميل بالاحتمال الأول شان ناقص إياها زين بالاحتمال الثاني ناقص النقطة كاملة إذن معوز بس الميل بالاحتمال الثالث من النقطة ناقص إذن شو معوز معوز ال y ومعوز الميل زين ال y شو نحصل هذا من أعوض بالمعادلة الأصلية رح يطلع لل y وال x من أعوض بالمشتقة رح يطلع لميل المماس إذن شو رح أقول السهنة أقول صورة ال واحد اللي هي ال y تساوي واحد زائد ثلاث ناقص خمسة وتساوي سالب واحد إذن رح أقول ال واحد سالب واحد هذه شنو هذه تمثل نقطة تماث ورح يرجع لي نفس السؤال السابق زين هذه مادة الخامس العلمي شلون هنا يجينا ربط بين مادة الخامس العلمي و مادة السادس العلمي هنا نائجين السؤال اللي هو فعلا إجاب الوزاري بالألفين وخمسة يقول لي جد نقطة الانقلاب لهذا المنحني إذن هذا المطلب الأول سادس علمي ثم جد معادلة المماس له عند نقطة انقلابه إذن الأمثلة التوضيحية لطيتها قبل شوية مرة طيتكم النقطة وطيتكم الميل المرة الثانية لا طيتكم النقطة بدون الميل المرة الثالثة من النقطة نقطتكم بس X أنتوا حسبتوا Y حسبتوا الميل الجميل في هذا السؤال ما نعطيكم كل شيء لا X ولا Y ولا الميل يعني هذا كل عليكم لكن من من هي النقطة النقطة هي نقطة الانقلاب كأنه داي يقول لي بالسؤال يا مسلمين أريد تحسبون نقطة الانقلاب إذن إشلون نحسب نقطة الانقلاب أشتق المشتق الأولى أشتق المشتق الثانية أساويها بالصفر هذا الحشي اللي حتي هنا قبل شوية أستخرج X أرسم خط الأعداد أتأكد من عدها بعد أن X عوضة بالأصلية أستخرج ال Y إذن هذه أسميها نقطة انقلاب ولكن عام 2005 ما رح يكون اسمها فقط نقطة انقلاب رح يكون نقطة انقلاب وتماس نقطة انقلاب وتماس من داي يقول جد معادلة المماس عند نقطة انقلاب إذن النقطة أسميها انقلاب وتماس زي هس ركزوا ويا وبعدين أحطيكم مجال تكتفون شلون أجي أستخرج نقطة الانقلاب لازم أشتق المشتق الأولى والمشتق الثانية يا F من أنت تقول أنا X ناقص اثنية في X زائد واحد تربية إذا أريد أشتق المشتقة الأولى رح أشتق حسب القاعدة الخامسة لكن أنا يماشي بالقاعدة الخامسة رح أعثر بالقاعدة السابعة الأولى في مشتقة الثانية قاعدة سابعة زائد الثانية في مشتقة الأولى وعند استخدام القاعدتين الخامسة والسابعة معا أو السادسة والسابعة معا فإن خطوات الحل تكون خمس خطوات وهذا أمر يمكن أن ننهزم من عنده أكو بدائل شنو هاي البدائل القوس الثانية أسوي مربح الثانية هذا الأكس ناقص اثنين ينزل وهذا رح أسوي أكس تربيع زائد اثنين أكس زائد واحد القوس الثانية سويت مربح الثانية حس هنا من أريد أشتاق ما رح أشتاق حسب القاعدتين الخامسة والسابعة رح أشتاق حسب القاعدة الخامسة فقط والقاعدة الخامسة بها ثلاث خطوات تطبيق القاعدة التخلص من الأقواس جمع الحدود المتشابهة زين أقدر أنهزم من القاعدة الخامسة إي أقدر إشلون بأن الأكس ينضرب مرة بالأول ومرة بالثاني ومرة بالثالث والسالب الثنين ينضرب مرة بالأول ومرة بالثاني ومرة بالثالث هذا السؤال بالملزمة أنا مشتق حسب القاعدة الخامسة لكن هنا رح أجري أحل هنا أوزع حتى أستخدم القاعدة الرابعة حتى هنا أطيق في الدليل بأنه كل الطرق تؤدي إلى المية إذا كان الحل مالتنا صحيح إذن رح أجري عملية توزيع وبعدني بالفوف اكس لحد الآن ما اشتقيت داريت أبسط لأجل اشتقاق أسهل أكس في أكس تربيع هذا رح يكون أكس تكعيب أكس في اثنين أكس رح يصير اثنين أكس تربيع أكس في واحد رح يكون عندي أكس سالب اثنين إذا هذا الأكس نضرب بالأول وبالثاني وبالثالث هسه شعندي سالب اثنين رح تنضرب بالأول وبالثاني وبالثالث سالب اثنين في أكس تربيع هذا سالب اثنين أكس تربيع سالب اثنين في اثنين أكس رح يصير سالب أربعة أكس سالب اثنين في موجب واحد رح يكون عندي سالب اثنين جمع الحدود المتشابهة إذن هنا بعدني بالأفوف أكس لحد الآن بعد ما مشتق إذن الأفوف أكس شنوه الأكس تكعيب ماك واحد يشبهه الخبر السعيد سالب اثنين أكس تربيع وموجب اثنين أكس تربيع صفر أكس ناقص أربعة أكس صار السالب ثلاثة أكس وهذه الثنين بقت على وضعها هذا رح يكون اشتقاقه كل السهل يعني السؤال بالامتحان ربما يكون سؤال مخفف وربما يكون سؤال مفخخ إذا مخفف يجيب ليها رأسا بهذه الصورة هي معادلة منحني رأسا في الصورة هذه ومسويها بالوزاري وإذا مفخخ لا يحتاج إلى تبسيط يلا نوصل الصورة لازم نفكك إزيان هس هنا رح أروح إلى نقاط الانقلاب أيضا أريد مشاركتكم شلون أستخرج نقطة الانقلاب أو نقاط الانقلاب لهذه الدالة بعد الباقين بابا الباقين أريد مشاركة نعم نرجس نرجس قاسم نعم أستاذ أول شيء رح نصنع المشتقة الأولى المشتقة الأولى شن المشتقة الأولى تساويين thlathahx تربيأ نعم ناقص thlathah الزين هاي المشتقة الأولى المشتقة الزانية نعم f prime التربيأ يعني فتحتين للاكس نعم تساوي مستة ومستقل الاتة صفر الزين هاي الستة ستاوي الهن نساويها بالصفر أيضا معناها الستة اكس تساوي صفر يعني معناها قيمة الاكس تساوي صفر. تساوي صفر. ازيان. هسا هنا راح اجي ارسم خط الاعداد. اش اثبت على خط الاعداد. انثبت الصفر. تيمت اكس فقط اللي هو صفر. اتقسمت الى قسميا. اكس اكبر من صفر. واكس اصغر من صفر. وهنا راح اجي اكتب اشارة. اف دبل افرايم للأكس. يلا. اطيني عدد اقال من صفر. واحد. اوضي بالمشتقة ثانية. هيصر ستة. يعني معناها موجب. يعني موجب الى المقعر. ايه مقعر. اطيني عدد اقال من صفر. سالب واحد. هيصر سالب ستة. يعني مينة سالب. اذا معناها سالب. اذا محدد. اذا في هذا السؤال. ماكو داعي لقراءة خط الاعداد. لان مونا في الصيغة السؤال السابق. يقول لكم جد مناطق التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب. بمجرد رسم خط الاعداد. مباشرة راح اروح اعوض بالاصلية. اذا ايش راح اقولي هنا. راح اقول صورة الصفر تساوي. اعوض بالاصلية. سالاصلية تردون تعوضوها هنا. تردون هنا. تردون هنا. بكيفكم. زيان. فمن نعوضها باخر صورة. راح تطلع عندي اثنيا. اذا ركزوا يا ايش راح اكتب السهنة. راح اقول. اذا النقطة الصفر اثنيا. هذه شنو. هذه بالاصل هي نقطة انقلاب. لان هنا طبقنا عليها شروط الانقلاب. وبعد. ورح اقول وتماس. زيان. اش مدريني هي نقطة تماس. لانده يقول لي جد معادلة المماس عند نقطة انقلابه. نعم بابا اذا اكو سؤال. استاذ هنا اف اوف اكس. اللي يطلع اكس تكريب ناقص ثلاثة اكس. ناقص ثلاثة اثنيا. عفوا عفوا. اذا هنا. الاجحق بهذا الاعتراض. اذا معناها راح يكون سالب اثنيا. وهناك قوة ملاحظة جيدة. اذا معناها راح يكون سالب اثنيا. اذا هنا اش راح يكون عندي الفرق. راح يكون هذا سالب اثنيا. اذا صورة الصفر رح يكون سالب اثنين معناها صفر سالب اثنين وشكرا على المداخلة زين اذا صارت النقطة صفر سالب اثنين هي نقطة انقلاب وتماس بعد احتاج بعد احتاج ميل المماص احتاج ميل المماص اشقلنا قبل شوية ميل المماص هو المشتقة الاولى للمنحني بعد ما اعوض بال اكس مع نقطة التماس اذا اف برايم المن للصفر ال اكس وين اعوض اعوض دير بالكم بالمشتقة الاولى ال اكس اعوض بالمشتقة الاولى زين وين هالمشتقة الاولى هذي المشتقة الاولى اذا رح يصير عندي صفر ناقص ثلاثة ويساوي سالب ثلاثة اذا هذا شرح رح نسمي اذا رح نسمي ميل المماص زين عندي ميل وعندي نقطة معلومة اذا منو منكم اردلي قانون معادلة المماص وينعوض بالمعادلة نعم دانيا احمد اهنا اشترك قانون معادلة المماص وي ناقص وي وان نعم يساوي يساوي اكس اكس ناقص اكس وان ازيان هذه نقطة التماس نعم بمجرد ان كتبت القانون رح يتحول اسمها اكس وان وي وان يلا شرح يصير عنده شو التعويض ان الواي نعم زائد ثنين بما انه هو طلع سالفي سالب موجب نعم الميل من هو سالب ثلاثة الميل هو سالب ثلاثة في اكس اكس ناقص صفر ناقص صفر اذا معناها رح يكون واي زائد ثنين يساوي سالب ثلاثة اكس اصفر المعادلة اذا رح يصير ثلاثة اكس زائد واي زائد ثنين يساوي صفر اذا هادي اش رح اسميها هادي اسميها معادلة المماس انتهى حل السؤال واذا عدكم مداخلة فضلوا سؤلوا اذا اكو شيء ما واضح نعم محمد اذا عندك سؤال السلام نقطة الانقلاب ملازم السالب ثنين قبل الصفر يعني النقطة السالب ثنين صفر ليش لان اكس هو صفر الاكس هو صفر الصورة مالتها سالب ثنين النقطة عبارة عن اكس واي اها اها اخف نعم شكرا جزيلا بعد ذلك سؤال زين كتبونا الحل ومن اتخلصون كتبو رتم اذا ممكن هنا اصيغ لكم فالسؤال بالامتحان امتحان الفاينال لهذا الموضوع اذا لحقنا نامتحن قبل نصف سنة واذا ما لاحقنا بعد نصف السنة بس اكمتحانات يوميا ان شاء الله يجوز هنا اصيغ فالسؤال تطلع قيمتين اكس ومن ترسمون خط الاعداد مثلا اكس تطلع واحد وثلاثة هنا رح تطلع سالب هنا رح تطلع موجب هنا تطلع موجب اذا النقطة لأكس مالتها واحد ليست انقلاب والنقطة لأكس اللي طلعت نقطة انقلاب هي رح تكمنون الحل عليهم واللي مو نقطة انقلاب هذه ما لكم علاقتهم واذا طلعت عندي نقطة انقلاب لا رح استخرج معادلتي مماس فلو يفترض بان اقول كم جد معادلتي مماس ولكن حتى لوما قلت وطلعت نقطة انقلاب لازم استخرج هنا معادلتي مماس خلي هنا نرجح الى عالم الاسئلة الوزارية ونشوف رياضيات الجمال وجمال الرياضيات عام 2017 وورا ثلاث سنوات بال2020 وورا سنتين بال22 ونقول ان شاء الله وورا سنتين بال2024 ربط الفصل الثاني مع الفصل الثالث هذا السؤال رح يكون واجب عليكم تاخذوا لصورة زين موجود عليكم بالمنزمة هنا اجد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل واحد بؤرتين نقطة انقلاب الدالة سيتكمل ما السؤال اللي جوا نقطة انقلاب الدالة وطول محوره الكبير يساوي 12 واحدة اذا بداية السؤال هو فصل ثالث بالضبط شلون سوينا هسا اجد الدالة ابسط هسا نا انا كل شي يعجبني الطالب المشاكس الذكي هذا شنون المشاكس الذكي يقول انا رح اشوف الحل بالملزمة ما يخالف اطلع على الحل بالملزمة لكن شغل العناد ما رح حل بيت نفس الطريقة حل بغير طريقة لكن الطالب العجوزي يباوع حل الملزمة يحبض ويكتب بالدفتر والعجوزي جدا حس انتم شريت منكم هذا سووا مربح الدانية وبعدي وزعوا شون احنا سوينا وصلوها الى ابس الصورة وبعدي اشتقوا المشتقة الاولى المشتقة الثانية ساووها بالصفر اختبروها اوضوها بالاصلية رح يطلع الوا يساوي ثميا اذا هاد اش رح اسميها اسميها هم نقطة انقلاب والتي هي اذا واحدة من البؤر ثان صفر اثنين فلابد ان البؤر الثانية صفر سالب اثنين معناها السي تساوي اثنين والبؤر صادات زين ده يقول يطول محوره الكبير اثناش يعني معناها اقول اي تساوي اثناش يعني الاي تساوي ستة صار الاي معلوم السي معلوم حلال مشاكل احسب البي واكتبل المعادلة ازن اذا هذا السؤال رح يكون واجب عليكم والسؤال سؤال الالفين وثلاثة ايضا رح يكون واجب عليكم وهو اسهل من السؤال اللي حلينا قبل شوية ليش لان المعادلة هي مباشرة اذا اللي رح يتحلون هذا السؤال شون تعرفون حالكم صحيح رح يطلع لكم هاي الجواب تشتقون المشتق الاولى تشتقون الثانية ساووها بالصفر تستخرجون الاكس ترسمون خط الاعداد الاكس تعوضوه بالاصلية تستخرجون الواي النقطة رح يتسموها تسموها نقطة انقلاب وتماس انقلاب وتماس الاكس ما لاته رح تعوضوه بالمشتق الاولى لان المشتق الاولى انتم مارين بها الناتج السمو ميل لمماص اذا عدكم ميل وعدكم نقطة وتستخرجون معادلة المماثل مفروض يطلع الجواب 12x زائد y زائد 7 يساوي 0 إجاب هس هنا الموضوع الجديد اللي اسمه طريقة فحص النقطة الحرجة باستخدام المشتقة الثانية كتبوا لهذا الموضوع طريقة فحص النقطة الحرجة باستخدام المشتقة الثانية المشتقة الثانية وظيفتها الأساسية هو إيجاد مناطق التقعر والتحدب ونقاط الانقلاب هذه وظيفتها الأساسية لكن أكو وظيفة ثانوية للمشتقة الثانية هي فحص النقطة الحرجة جيد اشلون راح نشوف الأمثلة بعد شوية طريقة إيجاد النقطة الحرجة أنا من عندي مثلا الاف ووف اكس تساوي على سبيل المثال اكس تربيع زائد اربعة اكس زائد واحد اشلون أستخرج النقطة الحرجة أشتق المشتقة الأولى أف برايم للأكس هو من هو اثنين اكس زائد اربعة أساويها بالصفر اثنين اكس زائد اربعة تساوي صفر يعني معناها اثنين اكس تساوي سالب اربعة يعني معناها الاكس تساوي سالب اثنين هذا الحجي كلش قديم اعوضها بالمعادلة الاصلية راح اقول صورة السالب اثنين اف للسالب اثنين يساوي اربعة ناقص ثمانية زائد واحد راح يصير عندي سالب ثلاثة اذا صارت النقطة سالب اثنين سالب ثلاثة هذه هي نقطة حرجة هذا الحجي القديم كنت سوي ورا هذه العملية كنت ارسم خط الاعداد واثبت علي الاكس وعلى اساس الاشارات احكم عليها هل هي نقطة نهاية عظمى محلية لو نقطة نهاية صغرى محلية لو مجرد نقطة حرجة اليوم لا بدون ان ارسم خط الاعداد عن طريق المشتق الثانية القاعدة اللي رح تشوفوها بعد شوية تقول اشتق المشتق الثانية اشتق ها شنو المشتق الثانية المشتق الثانية تساوي اثنين زين شي يقول للقانون يقول اذا اذا طلعت المشتق الثانية عدد ثابت موجب قبل شن تقول ادال شبيه مقعرة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاب هذا الحجي ما ذاك الدرس اليوم اقول ما طول هي مقعرة اذا النقطة الحرجة هي نقطة نهاية صغر محلية اذا كانت المشتق الثانية عدد ثابت موجب اقول هذه النقطة الحرجة هي نقطة نهاية صغر محلية اذا طلعت المشتق الثانية عدد ثابت سالب يعني لو كان هنا سالب اكستر وطلعت المشتق الثانية السالب اثنين معنى شنو معنى محدبة في كل مجالها اذا راح اقول النقطة الحرجة هي نقطة نهاية عظمى محلية فالقاعدة تخلوها ببالكم وبعد شوية راح نكتبها اذا كانت المشتقة الثانية عدد ثابت فهذا الثابت اذا موجب فالنقطة الحرجة هي نقطة نهاية صغرى محلية واذا كان هذا الثابت سالب فالنقطة الحرجة هي نقطة نهاية عظمى محلية جيد لكن ربما تكون المشتقة الثانية مو ثابت المشتقة الثانية بها اكس لون من تجيني يقول لي الفوف اكس تساوي اكس تكعيب مثلا ناقص ثلاثة اكس تربية زائد اربعة يقول لي جد النقاط الحرجة اشتق المشتقة الاولى فبرايم للأكس يساوي ثلاثة اكس تربية ناقص ستة اكس زين اساويها بالصفر واسحب عام المشترك ثلاثة اكس في اكس ناقص اثنين يساوي صفر اذا راح اصير عندي قيمتين للأكس مرة الأكس تساوي صفر ومرة الأكس تساوي اثنين من راح اعوضها بالاصلية اذا راح تكون صورة الصفر تساوي اربعة وراح تكون صورة الثنين تساوي اثنين تكعيب هذا ثمانية اثنين تربيع اربعة في ثلاثة راح يكون عندي اثناش زائد اربعة يعني راح يكون صفر اذا صارت عندي نقطتين حرجة اللي هي صفر صورتها اربعة واثنين صورتها صفر زين كنت ساوي ايام زمان ارسم خط الاعداد وثبت علي قيم اكس وعلى اساس الاشارات انا اعرف عظمى او صغرى ام مجرد نقطة حرجة زين شى تقول للقاعدة اليوم تقول لي اشتق المشتق الثانية اشتق المشتق الثانية هاي المشتق الثانية اذا كان الثابت فالامر محسوم على اساس الاشارة موجب او سالم لكن اذا المشتق الثانية بيها اكس ستة اكس ناقص ستة شا سوي هنا هذا ما قدر أقول عليها موجب او سالم إذا كانت المشتقة الثانية تحوي على المتغير X الملاحظة تقول أروح إلى أقرب صيدلية أشتري من عدهم نيدل سرنجة على عدد النقاط إذا بهذا السؤال سنستري سرنجتين أجي أسحب قيمة X من النقطة الحرجة وأزرق بالمشتقة الثانية إذا طلع الجواب موجب أقولها يا نقطة أنت صغرى وإذا طلع الجواب سالب أقولها يا نقطة أنت عظمى وإذا طلع الجواب صفر أقولها هذه الطريقة ما تشتغل في تحديد نوع النقطة رح أسميها الطريقة فاشلة عندها يجب الرجوع إلى خط الأعداد للمشتقة الأولى إذن معناها شرح أسوي مرة رح أقول FW' للصفر ومرة رح أقول FW' للثنين من نعوض الصفر رح يطلع للجواب سالب ستة أصغر من صفر رح أقولها النقطة اللي الأكس مات الصفر رح أقول عليها نقطة نهاية عظمى محلية طبعا أكتفى كتابة من نعوض الثنين بالمشتقة الثانية رح يصير عندي 12 ناقص ستة وتساوي ستة هذا لأن أكبر من صفر إذن النقطة اللي الأكس ماتها الثنين هذه شيء أقول عليها أقول نقطة نهاية صغرى محلية إذن المشتقة الثانية من أساويها بالصفر يعني رايح إلى نقاط الإنقلاب من أساويها بالصفر لكن من نعوض بها الأكس مات النقطة الحرجة إذن هذه تمثل فحص للنقطة الحرجة فالملاحظة اللي موجودة بالملزمة ترجون تكتبوها بالدفتر تقولون افتهمناها مرين نكتبها بكيفكم شوفوا الملاحظة إذا كانت المشتقة الثانية عدد ثابت أي فالنقطة الحرجة هي عظمى محلية إذا كان الأي سالب وتكون صغرى محلية إذا كان الأي موجب دون الحاجة إلى معرفة الإحداث السيني للنقطة لأن ما عندي أكس عوضة أما إذا عوضت الأكس كانت المشتقة الثانية بها أكس وعوضت الأكس بالمشتقة الثانية إذا طلعت جواب موجب أقول هيا نقطة أنت صغرى إذا طلعت جواب سالب أقول هيا نقطة أنت عظمى إذا طلعت جواب صفر فأكتب بالدفتر الطريقة فاشلة في تحديد نوع النقطة عندها يجب اللجوء إلى خط الأعداد للمشتقة الأولى وهذا الحاجة كلها رح نشوفه هسه فكتبولي مثال جد النهايات وبين نوعها باستخدام المشتقة الثانية وكتبولي السؤال أفوف أكس تساوي ستة أكس ناقص ثلاثة أكس تربيع ناقص واحد هسه رح أطيكم مجال وقت قصير تشتقون المشتقة الأولى ساووها بالصفر تستخرجون الأكس تعاوضوها بالأصلية تستخرجون الواي النقطة سموها نقطة حرجة وبعدين تشتقون المشتقة الثانية على أساسها رح تحكمون هذه النقطة الحرجة هل هي عظمى أم صغرى محلية إذن تفضلوا حلوا رح أوقف التسجيل واللي جاهز للإجابة خليه يرفع إيده نعم شمس السلام عليكم أستاذ عليكم السلام أستاذ المشتقة الأولى نعم ستة ناقص ستة أكس أساويها بالصفر أساويها بالصفر نودي سالب ستة أكس للجهة الثانية نعم ونقسم على سالب ستة إذن صار ستة أكس تساوي ستة أو سالب ستة أكس تساوي سالب ستة المهمة الأكس شكرا رح أصير واحد الأكس رح تساوي واحد زياد أعوضها بالمعادلة الأصلية صورة الواحد ستة ناقص ناقص ثلاثة ناقص واحد زياد يعني معناها رح تكون عندي اثنين إذن صارت النقطة واحد اثنين هذه شنو نقطة حرجة إذن هذه تمثل نقطة حرجة زياد سنشتق المشتقة الثانية زياد شن المشتقة الثانية ستة صفر سالب ستة بس سالب ستة زياد ما طول المشتقة الثانية عدد ثابت سالب نقطة الحرجة هي شنو نقطة نهاية عظم حدية جيد إذن هنا اكتفى كتابة نقطة نهاية عظمى محلية شكرا إليك إذن الإجابة موافقة جدا والسؤال بسيط جدا ورح ناخد أسئلة أخرى بنفس الوزن ولكن شوية شوية رح ندرج بالصعوبة واللي عنده سؤال مباشرة يفتح المايك ويسأل إذا ماكو سؤال نروح إلى السؤال الثاني إذا نتكتبو لي رقم اثنين أفوف أكس تساوي أكس ناقص أربعة على أكس تربية بنفس الأسلوب تماما أريد هنا بالبداية تبسطوها بالبداية يعني رح أقولي الأفوف أكس هذا من هو هذا أكس ناقص أربعة أكس والسالب الثين بالسهولة أشتق المشتق الأولى أساويها بالصفر أستخرج الأكس أعوضها بالأصلية أستخرج الواي النقطة رح أسميها نقطة حرجة وبعدين أشتق المشتق الثانية ولكن في هذا السؤال المشتق الثانية رح يطلع بها أكس ما طول يطلع بها أكس رح أجي أعوض الأكس مع النقطة الحرجة بالمشتق الثانية على أساس الإشارة رح أجي أحكم عليه هل هو عظمى أم صغرى وأيضا رح أطيكم بعض الوقت واللي جاهز يرفع عيدا يلا لينا أستاذ هسا أول شي رح نشتق المشتق خايا رح تكون المشتق الأولى مالتها نعم الأكس مالتها واحد بزين والنزل الثانية حتصير موجب ثمانية أكس وسالب ثلاثة خاش حاجي ازجاد أريد أساويها بالصفر وراها رح أساويها بالصفر هذا ثمانية أكس وسالب ثلاثة شرح أكتبه رح أنزل الكسر يعني حيصير ثمانية على أكس تكعيب جيد إذن إزا هذا يساوي صفر زين عندي مقام ضايج من عنده شي سوي أي فرح أضربه في أكس تكعيب إذن المعادلة كلها رح تضرب في المقام اللي هو أكس تكعيب زين شرح يصير عندي رح يطلع لي أكس تكعيب زائد ثمانية وساوي صفر زائد ثمانية وساوي صفر يعني معناها الأكس تكعيب irgendwann الأكس تكعيب هتصير أكس تساوي سالب ثمانية إذن الـ X تكعيب تساوي سالب 8 بالجدر التكعيبي للطرفين معناها الـ X تساوي سالب 2 سالب 2 دعني أعوضها بالأصلية إذن معناها صورة السالب 2 شنو؟ سالب 2 ناقص 4 على 4 4 على 4 باعتبار سالب 2 تربيع 4 سنوحد مقامات فبالتالي سنوحد مقامات ليه شخب 4 على 4 واحد؟ أي ممكن صح فسنوحد هنا شنوه؟ سالب 3 إذن صارت النقطة سالب 2 سالب 3 تربيع نقطة حارجة إذن لحد الآن هذه تمثل نقطة حارجة حارجة شو رح أسوي هسا؟ هسا رح أشتق بالنسبة للمشتقة الثانية أشتق المشتقة الثانية إذن FW' للـ X رح تصير سالب 24 نعم X والسالب 4 إذن هذا رح يكون X والسالب 4 اللي هي من هو؟ اللي هي السالب 24 على X X والسالب 4 على 16 جزيان هسا هي تقبل القسمة أختصر ما أختصر ما عندي مشكلة هي بالتالي رح تطلع سالبة إذن في كل الأحوار رح تطلع سالبة إذن ما قول سالبة إذن النقطة شنو؟ فبالتالية ستكون هي نقطة نهاية عظمى محلية إذن إذا هذه نقطة نهاية عظمى محلية إذن إجابة رائعة جدا عاشت إذن إذن لكن بالسؤال الثاني لأن المشتقة الثانية طلع بيها X إذن كلش مهم أحتاجي الأكس ما النقطة الحرجة الواي ما أحتاجها بس الأكس هذا الأكس عوضت بالمشتقة الثانية لأن طلع الجواب سالب إذن معناها قلت هذه النقطة سالب 2 سالب 3 هي نقطة نهاية عظمى محلية إذا أكو أي مداخلة أي سؤال إذا أكو ننتقل إلى سؤال آخر ونشوف شنو فرق هذا السؤال عن السؤالين اللي سبقته وأيضا هنا دا نستخدم الأسئلة اللي موجودة عندكم بالملزمة ومن تحلون ما أريد تباوعون عن الملزمة أريد هنا شفتها همتم من عندي تستخدمون نفس الأسلوب هذا السؤال راح يكون شوية أوسع ليش لأن راح أشتق المشتقة الأولى ورح أساويها بالصفر راح تطلع لي قيم تين أكس إذن هذا راح نسميه نقمة 3 راح تطلع لي قيم تين أكس القيم تين أعوضها بالأصلية نستخرجي الواي مالتها راح تطلع لي قيم تين واي إذن النقطة تين أسميها نقاط حرجة وبعدها أجي أشتق المشتقة الثانية على أساس ناتج المشتقة الثانية أشوف عظمى أم صغرى وأيضاً راح أطيكم بعض الوقت واللي يكملوا الجاهزين فعيدا يالله محمد مهدي السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم أول شي أشتق المشتقة الأولى أقول أفتحة للأكس ساونا ثلاثة أكس طربية ناقص ستة أكس ناقص تسعة أزيلا أقسم على ثلاثة أصير لا لا ليس هنا أقسم على ثلاثة دير بالك لا لا اتمنى أفتحة لا أفوا אيش وقت ما اساويتها بالصفر شي دريد题 يأ diagnostic إذا ثلاثة أكس تربية ناقص ستة أكس ناقص تسعة ناقص تسعة تساوي صفر أسا أقسم على ثلاثة إتي أقسم على ثلاثة اصدرنا اكس تاربيع ناقص اثنين اكس ناقص ثلاثة يستوينا صفر. ازيان. بعد. اقول اه اصدر اكس ناقص بالتجربة اكس ناقص ثلاثة وفي زاد واحد. فاشحة. اذا هذا اكس زاد واحد يساوي صفر يعني معناها راح يكون ايدر او. اذا اما اكس تساوي شغل? ثلاثة وعما اكس يساوينا صالب واحد. ازيان او الاكس تساوي صالب واحد. كل قيمة اكس لازم شا ساوي لها? ازيان اف يعني اف لتلاثة وعاوضها بالمشتقة الاساسية اصلية. بالـ معادلة الاصلية مو بالمشتقة بال olhar الاصلية. 3 تكعي به يا شغل؟ سبعة عشرين. ازيان. 3 في تسعة? أقص ناقصلا اه. تسعة في ثلاثة هم سبعة يعني معناها لجواب سبعة سبعة عشرين. سبعة عشرين. من عوض السالب واحد يعني رح يكون أفل السالب واحد يساوي السالب واحد ناقصا ثلاثة في واحد تربية سالب ثلاثة وزايدين دسعة إذن معناها رح يكون الجواب خمسة إذن صار عندي نقطين شنو دني النقطين نقاط حريجة اللي هي ثلاثة سالب سبع وعشرين ثلاثة الواي مالة سالب سبع وعشرين وبعد النقطة الثانية سالب واحد النقطة الواي مالة خمسة إذن هذه رح أقول عليها نقاط حريجة إذن هنا استخرجت النقاط الحريجة أروح أشتق المشتقة الثانية إش رح أصير المشتقة الثانية أصيرنا ستة أكس ناقص ستة إذن مشتقة الثانية ستة أكس ناقص ستة أشتق المشتقة الأصلية ما طول بها أكس إذن لازم شو أفعل بالأكس مال النقطة الأولى والنقطة الثانية إذن مرة أقول الاف دبل برايم للتلاثة ومرة أقول الاف دبل برايم للسالب واحد مزيد من عوض التلاثة شرح يصير عندي 18 ناقص 6 18 ناقص 6 ويساوي 12 هذي ما طول أكبر من صفر إذن النقطة اللي الاكس مالتها ثلاثة ثلاثة سالب 27 هذي شنو نقطة نهاية شنو نهاية عظمى لا إذا أكبر من صفر وما نعوض السالب واحد شرح يصير عندي سالب 6 وسالب 6 اللي هو السالب 12 أصغر من صفر إذن معناها رح أقول النقطة سالب 1 5 إذن هذه نقطة نهاية عظمى محدية شكرا إلك إذا أكو أي مداخلة الأمور والحة إن شاء الله إذن الفرق بين السؤال الأول والثاني والثالث السؤال الأول طلعت ثابت السؤال الثاني طلعت قيمة أكس وحدة والمشتقى الثاني بها أكس إذا النقطة وحدة عوضت هنا طلعت لنقطة ينحرج عوضت وحدة طلعت عظمى وحدة طلعت صغرى السؤال الرابع سيكون هنا بالفكرة إذا كانت المشتقى الثانية لا هي موجبة ولا هي سالبة كتبوا لي هذا السؤال نفس العملية اشتقون المشتقى الأولى الساووها بالصفر تستخرجون الأكس تعوضوها بالأصلية تستخرجون الواي صارت عندي نقطة حرجة اشتقى المشتقى الثاني اللي أيضا رح يطلع بها أكس وأعوض الأكس بالنقطة الحرجة على أساس أقول هل هي عظمى أم صغرى وأيضا رحطيكم بعض الوقت يلا رقيا علي فاعد عليكم السلام مشتقد المشتقد الأربعة هو صغر سالب أربعة أكس زائد واحد أكس زائد واحد رح أساويها بالصفر إذا سالب أربعة في أكس زائد واحد تكعيب يساوي صفر شنون أستخرج قيمة أكس نقسم على سالب أربعة جيد إذا المعادلة كلها رح أقسمها على سالب أربعة يعني معناها شرح يصير عندي أكس زائد واحد تكعيب يساوي صفر أكس زائد واحد تكعيب يساوي صفر زياد بالجذر التكعيب للطرفين أكس يساوي صفر إذا معناها رح يبقى أكس زائد واحد يساوي صفر إذا معناها الأكس ساوي سالب واحد وين عوضة بالدالة الأفل إذا أفل السالب واحد إيش رح يساوي أربعة ناقص سالب واحد زائد واحد أس أربعة إذا هذا أس أربعة إذا الجواب رح يكون عندي أربعة الاعتبار سالب واحد زائد واحد صفر إذا صارت النقطة سالب واحد أربعة إذا هذه أسميها إذا هذه أسميها نقطة حرجة وراها ش رح أساوي المشتقى الثانية المشتقى الثانية تساوي رح أروح للمشتقى الأولى اللي هي هذه ش رح يكون الجواب الثانية أكس زائد واحد تربع إزياد رح أعوض الأكس مع النقطة الحرجة إذن F F دبل امرايم للسالب واحد تساوي سالب اثنعش في سالب واحد زائد واحد تربع إيش قد الجواب سالب اثنع إيش قد سالب واحد زائد واحد إيش قد صفر 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 في سالب اثنعش إيش إذن معناها الجواب هنا صفر إذن إيش رح أكتب السهنة ما طول طلعت المشتقى الثانية صفر إذن هنا رح أكتب الطريقة فاشلة في تحديد نوع النقطة زائد ما طول هنا الطريقة فاشلة إذن لازم أرجع للطرق القديمة يعني أرسم خط الأعداد الأفقي وأثبت عليه الأكس فقط اللي هو سالب واحد رح يتقسم إلى قسميا هنا رح يكون أكس أكبر من سالب واحد وهنا رح يكون أكس أصغر من سالب واحد وعلى يمين خط الأعداد أكتب إشارة أفبرايم للأكس زين هنا رقيطين عدد أكبر من السالب واحد الصفر الصفر من نريد عوضة بالمشتقى الأولى هاي المشتقى الأولى الصفر زائد واحد هذا واحد تكعي مو جملة سالب إثارة سالب إذن واحد تكعي بها يصير واحد واحد في سالب أربعة سالب أربعة رح يكون سالب زين الطيني عدد أقل من السالب واحد سالب اثنين زين من نريد عوض سالب اثنين زاد واحد سالب واحد تكعي سالب في سالب موجب أربعة رح يكون هنا موجب إذن إسه هذا سهم إلى الأعلى وهذا سهم إلى الأسفل إذن معناها النقطة اشطلعت شلون صورة السهم القبل صعود والسهم البعد نزول يعني رقم ثمانية لو رقم سبعة إذن هذا رقم ثمانية إذن معناها رح أقول نقطة نهاية عظمى محلية إذن هذا السؤال هو أوسع من الأسئلة الثلاثة السبقة ليش لأن هنا ناتج المشتقل الثانية طلع صفر وقلنا إذا طلع صفر رح نقول الطريقة فاشلة في تحديد نوع النقطة عندها يجب الرجوع إلى خط الأعداد للمشتق الأولى إذن السؤال اللي سئلتني إحدى الطالبات خلال فترة إيقاف التسجيل قالت هذه الطريقة مجبرة عليها في بعض الأحيان تكونون مجبرين عليها إذن أحيانا يكون السؤال لا يحل إلا على خط الأعداد وأحيانا أخرى السؤال لا يحل إلا عن طريق المشتقل الثانية وكو بصورة عامة الأسئلة الأخرى لا تحل على خط الأعداد وتحل على المشتقل الثانية طبعا المشتقل الثانية رح تكون أسرع من خط الأعداد رح تجينا أسئلة إن شاء الله رح نأخذها يوم السبت بالمعهد إن شاء الله بالنسبة للمعهد الأزل هنا يقول لي أنا أطيك النقطة حرجة أنا رح أطيكم نقطة حرجة وأريد بينكم فالمطالب معينة وأقولكم ثم أبين نوعها فرح يكون المشتقل الثاني أسهل من خط الأعداد إذا عدكم أي سؤال أو مداخلة إذا نعم إذا ما حدد لي إنه باستخدام المشتقة الثانية أختار الطريقة تعجبني نعم يعني هسه هذا السؤال لو ما حدد لي يقول لي بس جد النقطة الحرجة وبين نوعها وطالب رأسا يروح على خط الأعداد يعني هذه ما يسويها فصحي يأخذ درجة كاملة نعم أسرع نروح نشوف هنا شنو الأسئلة اللي جدتي بالوزاري سؤال الألف ين واربوط عش يسه هنا أكو أسئلة الضحك وكو أسئلة تبتشي هذا من الأسئلة اللي تبتشي يسه هنا أتوقعكم بأن ورا ما تشوفون الحل ما تتقدكم راح تبتشون فحضروا هنا كليل نسيامكم حتى تنشفون دموعكم إذا كان منحني الدالة أفوف أكس تساوي اثنين اي اكستر بيع زائد بي والأي واحد من أربع قيم ثلاثة واحد صفر سالب واحد يقول لي تمتلك نهاية عظمى محلية جد قيمة اي هو يقول لي تمتلك نهاية عظمى محلية زيان أقول له أنا راح أجي أشتق المستق الأولى الأفوف أكس واثمين اي اكس تربيع زائد بي هذا الافوف اكس راح أشتق المشتق الأولى إذن اف برايم للأكس واربعة اي اكس ومشتقة البي صفر ما كو داعي أساويها بالصفر لأن هذا السؤال مو مثل الأسئلة الأربعة اللي أخذناها يقول لي جد النقطة الحرجة وبين نوعها يقول لي بس هنا جد قيمة اي إذن اشتق المشتقة الأولى مباشرة اشتق المشتقة الثانية وياها فادرك عتيا قضيان حاجة اقول يا ربي بركي المشتقة الثانية على الثابت هذا الثابت إذا موجب أقول عليها الصغر إذا سالب أقول عظمى إذا كان الدعاء مستجاب إذن خلي الروح F دبل فرايم للأكس إذن الحمد لله الدعاء مستجاب وطلعت أربعة أي هذا عدد ثابت زين هذا الثابت إذا موجب الدالة تمتلك صغرى وإذا سالب الدالة تمتلك عظمى زين هو دي يقول لي عظمى يعني معناها أكيد المشتقة ثانية سالب زين يعني هذا الأربعة أي هو سالب أصغر من صفر زين الأياه من ذول الأربعة أضرب في أربعة يطلع لي الجواب سالب إذن هنا بكل بساطة رح أقول الأي تساوي سالب واحد السبب شنو أقول لأن المشتقة الثانية شرح أصير عندي المشتقة الثانية للأكس رح أصير أربعة في سالب واحد وتساوي سالب أربعة أصغر من صفر إذن اللي كتب هيكي بالوزاري أخذ درجة كاملة وأعتقد السبيدية تبجون أنت إذن هذا السؤال هل يليق بمقامكم أكيد هنا لا يليق بمقامكم لأن السؤال بصير جدا 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 ولكن ممكن جدا بأن يجيني بالامتحان الوزاري إذن هذا السؤال أبرك إذا كان هنا الدعاء مستجاب إذن لو أجي أروح للمنزمة ونأطيكم سؤال السؤال اللي حليته هس والسؤال الفوق السؤال الفوق رح يكون واجب السؤال الثاني اللي حلينا هس أشتق المشتقة الأولى 2A X زائد B المشتقة الثانية 2A زيان يا عدد أضربه في 2 يطلع الجواب سالب أكيد السالب أربعة إذن هنا هذا التعليل مو إلا كتبة المشتقة الثانية 2 في سالب أربعة تساوي سالب ثمانية مو ألا كتبة لأن هو يقول فقط جد قيمة A إذن أقول 2 بيش أضربه يطلع الناتج السالب أكيد هنا 2 في سالب أربعة سالب ثمانية إذن قيمة أي المطلوبة هي سالب أربعة البي ما رح يطلبها من عد كم يقول لي البي بصورة عامة فقد جد قيمة A إذن هنا هذا السؤال الأول رح يكون واجب إذن هذا إذا كان الدعاء مستجاب لكن أحيانا يكون الدعاء غير مستجاب ولكن نقول عسى أن تكره شيئا وهو خيرا لكم ونشوف هنا السؤال السادس من أسئلة التمارين أريدكم تكتبون هذا السؤال حتى نناقش الحلمات إذن السؤال السابق هنا الطلاب يسئلون ليش مساوينا بالصفر إحنا قلنا إذا كان صيغة السؤال يقول يجد النقطة الحرجة ثم بين نوعها بله هنا لازم أساوي بالصفر ما بها مجال لكن هنا السؤال ما قال لي يجد النقطة الحرجة يقول لي بجي قيمة أي فالمشتق الثانية إذا كان الثابت فأني ما يحتاج الأكس بالنقطة الحرجة إذا كان الدعاء مستجاب ولكن إذا كان الدعاء غير مستجاب لا الأكس أكيد يحتاج على مدعوضها بالمشتق الثانية إذن السؤال السادس بالتمارين اللي جاي بالوزارة في أكثر من مناسبة إذن هذا ينحل بأربع ركعات سؤال القبل كان ينحل بركع عتي إذن شلون أريد تركزون إيا الدالة أفوف إكس هي إكس تربيع ناقص أي على إكس ورح أبسطها لأجل اشتقاق أسهل يعني معناها إكس تربيع ناقص أي إكس والسادس بواحد رح أشتق المشتق الأولى أف برايم للأكس تساوي اثنين أكس زائد أي أكس والسالب الثاني جاي شرح أسوي هنا أقول أروح أشتق المشتق الثانية وأول ركع الثانية أندعي يا ربي بركي المشتق الثانية عدد ثابت خلي نشوف هنا دعاء مستجاب أم لا مشتق الثانية أكس هو ثانية والسالب الثانية أي سالب الثانية رح تنظر بالأي رح يصير عندي سالب الثانية أي أكس والسالب ثلاثة إذن الدعاء ممستجاب طلعت المشتق الثانية بها أكس يعني معناها ثانية أي على أكس تكعيب لازم شا سويهنا لازم أرجع نادما للمشتق الأولى أساويها بالصفر شوفوا هنا مساواتها بالصفر صار واجب أساويها بالصفر أستخرج قيمة أكس شقد رح تطلع قيمة أكس رح عوضها بالمشتق الثانية حتى أشوف الجواب موجب أو سالب إذن نحتاج بعد ركعتين وهم نندعي إذن معناها رح يكون يؤدي إلى اثنيا أكس زائد أي على أكس تربيع يساوي صفر رح أضرب المعادلة كلها في أكس تربيع هذه المعادلة كلها تضرب في أكس تربيع رح يصير اثنيا أكس تكعيب زائد أي يساوي صفر يعني معناها 2 أكس تكعيب تساوي سالب أي يعني معناها الأكس تكعيب تساوي سالب أي على 2 إذن الأكس تشغل بالجذر التكعيبي للطرفين الأكس تساوي الجذر التكعيبي للسالب أي على 2 هذه وين راح أعوضها هذه راح أعوضها بالمشتقة الثانية شلون قبل شوية شين تقول FW' للصفر FW' للسالب واحد FW' للثلاثة هنا راح أقول FW' المن للجذر التكعيبي للسالب أي على 2 راح أعوضها بالمشتقة الثانية شين راح يصير عندي 2 ناقص 2 أي على الجذر التكعيبي للأي على 2 تكعيبي يعني ش راح يرجع سالب أي على 2 إذن هذا سالب أي على 2 السالب على السالب موجب أقلب عملية القسمة إلى عملية الضرب راح يصير 2 على أي الأي وين الأي راح اختصره إذن راح يصير 2 زائد 4 وتساوي 6 إذن ما طول المشتقة الثانية طلعت عدد ثابت موجب إذن هنا اش طلعت الدالة؟ إذن بالتأكيد الدالة تمتلك نهاية عظمى محل تمتلك عفوا نهاية صغرى محلية ولا يمكن أن تمتلك نهاية عظمى محلية إذن هنا هذا السؤال لا يمكن حله إلا عن طريق المشتقة الثانية السؤال القبل لا يمكن حله إلا عن طريق خط الأعداد المشتقة الأولى إذن هذا الحتي اللي حتياته اليوم تحظو روزيا وإن شاء الله المحاضرة القادمة الحضورية رح نجي ناقض المادة البعدها ويوم الخميس المقبل أيضا بنفس الأسلوب رح نكون المحاضرة الإلكترونية شكرا لكم وتصبحون على خير شكرا لكم